الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده إنه جواد كريم فقد نمى إلى علمي أنه يحصل في هذا الزمان من عناس قد تولوا دفة بعض القنوات الإعلامية أنهم يشككون الناس في مسلمات دينهم وأنهم صاروا يثيرون أمام العامة شيئا من خلاف أهل العلم الذي يصفه كثير من العلماء بأنه من الخلاف الشاذ صاروا يذكرونه أمام العامة حتى يشكك الناس فيما كانوا يفعلونه أو يشككونهم في فتاوى علمائهم التي دانت لها قلوبهم واستسلمت لها نفوسهم وما مقصود هؤلاء في مثل هذه التصرفات الشيطانية إلا ليشككوا الناس في دين الإسلام أصلا وإني لا أربأ أن أصفهم بأنهم ضالون مضلون لأنهم لا يقصدون معرفة الراجح من المرجوح ولا يقصدون نصرة الحق وإنما يريدون إثارة البلابل والقلاقل وزعزعة استقرار الدين والعمل في قلوب الناس فتجدهم يعمدون إلى مسائل قد فصلتها الأدلة ثم يذكرون خلافا قد قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة ويصفه العلماء في كتبهم بأنه من الخلاف الشاذ الذي لا ينبغي النظر إليه ولا الوقوف عليه ولا ينبغي ذكره أصلا مقابلا للقول الراجح الحق في هذه المسألة والذي يقف وراءه من البراهين ما هو كعين الشمس في رائعة النهار فما الذي يريده هؤلاء إنما يريدون تشكيك الناس في دينهم وفتح أبواب الشخوات لمن يريد مخالفة هذه المسألة فكأنهم يقولون لصاحب الشهوة الذي ضجرت نفسه من فتاوى العلماء بالقول الراجح كأنهم يقولون له إن المخرج عندنا فإن هذه المسألة لم يتفق عليها العلماء ولم يجمعوا عليها بل هي قول أكثر أهل العلم ولكن قال العالم الفلاني كذا وكذا فإذا كنت تريد أن تترك هذا القول الذي ضجرت نفسك بالعمل به فعندك العالم الفلاني قد قال بخلافه فهم يفتحون أبواب الشخوات للناس ولذلك نقل لي أنهم يفتون الآن بجواز ترك صلاة الجماعة لأن من أهل العلم من قال بأن الجماعة سنة وليست بفرض عي وذكر لي أيضا بأنهم يبيحون التدخين للناس لأن هناك أقوال لبعض أهل العلم بتجويز ذلك ضاربين الباب وطاوين صفحة تلك الأدلة الكثيرة التي تدل على رجحان القول الحق في هذه المسائل بل وزاد الأمر سوءا والطين بله أنهم صاروا يتكلمون في مسائل عقديها الآن كمسألة التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم أي بذاته وبجاهه فهم يقولون إن الذين يحرمون إنما هم الوهابيون أو أهل السنة لكن قيل في المسألة غير ذلك القول ويتكلمون في الطواف حول القبور ويتكلمون في حلقات الصوفية وأذكارهم وحضراتهم المنتشرة بينهم وصاروا يضربون مسلمات الدين التي دلت عليها الأدلة الصريحة الصحيحة بحجة أن المسألة ليست إجماعا وإنما هي خلف وأن فلانا العالم قال بكذا وكذا فكأنهم يقولون لمن لا يريد الحق لا تضجر بالحق وإنما لك أن تنتقل من هذا القول إلى القول الآخر لأن المسألة فيها خلف فلما علمت بذلك ضاق صدري وازداد ضيق خاطري أنه قد سلمت لهؤلاء السفلة المتمشيخون سلمت لهؤلاء السفلة المتمشيخين كثيرا من المنابر الإعلامية فصاروا يخاطبون بسفاهاتهم وحماقاتهم هذه ملايين المسلمين فانتشر شررهم وتطاير في الأمة والعياذ بالله ولذلك لا بد أن أنبه على جمل من الأصول والقواعد التي ينبغي أن نربي أنفسنا في هذا الزمان بخصوصه عليها لأن السلطة الإعلامية الآن قد سلمت في كثير من أجزائها لغير أفل الحق ولغير علماء الحق فصار كثير من هؤلاء السفلة الذين يظهرون بمسوح العلماء يفتون الناس بشواذ الأقوال وساقط الآراء محكمين في ذلك عقولهم المنتنة وأفهامهم العفنة الكاسدة السمجة التي لا على برهان اعتمدت ولا على فهم سلفي انتصبت وإنما هي آراء مبنية على عقول تافهة وما أتفه من هذه العقول إلا من يقبل كلامهم في دين الله عز وجل فإنني أحذر المسلمين قاطبة أحذر المسلمين قاطبة من أن يسمعوا لهؤلاء وأحذر المسلمين قاطبة أن يقبلوا كلام هؤلاء فإنهم لا تبرأوا بكلامهم الذمة وليس بعذر لك عند الله عز وجل أنك تأتي إلى الباطل عمدا بحجة أن هؤلاء قالوا بأن في المسألة خلال يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها احذروا من هؤلاء فإنهم يريدون أن يضلوكم فإنهم قد ظلوا في أنفسهم ويريدون أن يضلوكم ويريدون أن يصرفوكم عن الحق ويصرفوكم عن دينكم ويسوِّقوا لكم الباطل ويزخرفوا لكم الباطل حتى تقبلوه احذروهم كل الحذر احذروهم كل الحذر فإني لكم منذر إني لكم منذر لا تقبلوا كلام هؤلاء وإن الواجب علي في هذه العجالة أن أبين جملا من الأصول التي تنسف كلام هؤلاء وتدحر حججهم بإذن الله عز وجل إذا اعتمدها الإنسان فأرجو ممن يسمع كلامي أن ينتبه لما أقول من هذه الأصول فلعلها إن شاء الله تكون حزام أمان من السقوط أو الإنزلاق في شيء من شبه هؤلاء السفلة الضالين المضلين الذين استجراهم الشيطان ليضلوا عباد الله وما أصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم طيب والعمل يا رسول الله مع هؤلاء الدجالين الكذابين قال فإياكم وإياهم فاحذروهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم وما أقربهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت ولمسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم فهذه الأوصاف النبوية الصادقة كل الصدق على هؤلاء السفلة المتمشيخين الذين يخرجون بمسوح العلماء ويتكلمون بكلام العلماء وتجد الواحد منهم في حلقاته أمامه رزامة الكتب بين يديه ليقنع السامع بأنه قد قرأ وأنه اطلع فإذا سمع العقلاء فضلا عن العلماء كلامه علموا حقيقة جهله وأنه ليست منطلقاته شرعية أبدا ولا يمت إلى علم الشريعة بصلة وإنما هي شهوات أخرجها في صورة علم وتعليم ونزوات شيطانية ونفخات إبليسية أراد أن يقررها في واقع الناس فهو ضال مضل وقد حذرنا الله عز وجل من هؤلاء أشد التحذير أشد التحذير فيا أيها المسلمون في كل مكان احذروا هؤلاء لا يضلونكم ولا يفتنونكم ولا يحرفوكم عن دينكم وعليكم بالعلماء الراسخين الموثوقين في دينهم وعلمهم وأمانتهم فأرجو أن تنتبهوا لهذه الأصول التي سأذكرها ولعل الله يكتب فيها الخير بإذنه عز وجل الأصل الأول إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وأصل هذه القاعدة ما رواه الإمام مسلم في المقدمة بسنده إلى محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم لأنك إذا استمعت إلى أحد يتكلم في مسألة شرعية فإنما يريد أن يدلك على طريق الله فهو يحلل ويحرم ويوجب ويمنع حتى يدلك على صراط الله عز وجل فبما أن العلم طريق يوصلك إلى الله فيجب عليك أن تتخذ دليلا عارفا بالطريق لأن الإنسان إذا أراد أن يسلك طريق بلد فلابد أن يسأل عن أعلم الناس بهذا الطريق حتى يكون خريتا هاديا يهدي غيره إلى الجهة التي يريد حقيقة لكن ما رأيكم إذا أردنا جهة أو بلدا ثم اتخذنا هاديا يهدينا إلى البلد كيفما اتفق فإن المآلات والنهايات سوف تكون عقيمة لأنه هو نفسه لم يعرف الطريق أصلا فكيف يهدينا الطريق الذي لا يعرفه هو فإن المتقرر عند العلماء أن فاقد الشيء لا يعطيه فإذا إياك أن تتخذ أحدا يدلك على طريق الله إلا إذا كان هذا الأحد عارفا بطريق الله أصلا أما هؤلاء الذين يشنشنون وراء الشاشات الإعلامية ويحللون الحرام ويردون الأدلة بعقولهم ومجرد آرائهم بل ويناصبون أهل السنة للعداء ويشتمونهم ويلعنونهم ويجهلونهم هؤلاء والله العظيم من اتخذهم هداة إلى الله فإنه سيف يظل كما ظل هؤلاء جهلوا طريق الله ولم يعرفوا صراط الله فكيف تتخذهم هداة يهدونك إلى الله عز وجل فهذا العلم دين احذر أيها المسلم من أن تتخذ هاديا يهديك إلى طريق الله إلا إذا كان هاديا عالما راسخا عارفا بما يقول عارفا بالكتاب عالما بالسنة عارفا بمناهج السلف الصالح لأن المسألة مسألة جنة أو نار فليست القضية تعوض فلا تعويض أبدا إذا مات الإنسان على شيء من الضلال والعياذ بالله فالذي يتخذ هؤلاء هداة ووسطاء فيما بينه وبين الله يريد منهم أن يدلوه على الله فقد أخطأ خطأا عظيما وقد أبعد النجعة وقد ظل ظلالا مبينا في أن جعل هؤلاء وسطاء بينه وبين الله في تعريفه صراط الله وما يرضي الله عز وجل وما يغضبه وبناء على ذلك اعتمدوا هذه القاعدة إن هذا العلم دين هذا العلم يهديك إلى الله عز وجل فإياك أن تتخذ هؤلاء الجهال الضلال ليهدوك إلى الله عز وجل فإنهم الله قطاع طرق ولصوص أديان يسرقون دينك ويضلونك عن صراط الله ويهدونك إلى صراط الشيطان ويدعونك إلى أن تكون من أهل النار والعياذ بالله هؤلاء جنود الشيطان هؤلاء جنود الشياطين يستجريهم الشيطان ليضل بهم الناس ليضل بهم الناس وليفسد بهم عقائد الناس فأين أنت من العلماء الذين أشارت الأمة لهم بالعلم أشارت لهم الأمة بالرسوخ والمعرفة وكمال الدين وكمال الأمانة العلمية إذا تكلموا أسندوا كلامهم إلى الله وإلى رسول الله وإلى فهم السلف الصالح من الصحابة لا تتجاوز أقوالهم ولا آراءهم أقوال الأئمة وأراءها فلا يفتون إلا بالدليل الصحيح ولا يحرفون شيئاً من الأدلة لا بعقولهم ولا يعارضونها أو يصادمونها بآراءهم أين أنت من هؤلاء هؤلاء هم الذين يصلحون أن يهدوك إلى الله عز وجل فإذا احذر في بيان الأحكام الشرعية احفظ هذه القاعدة العلم دين فانظر يا أيها المسلم عن من تأخذ دينك هذا دين ما رأيك لو مرغت فإنك سوف تبحث لشفائك أو لدوائك عن أفضل طبيب موجود لأنك تعلم أن أمر الصحة غالي فهذه صحة لا تسلم صحتك لمن هب ودب لو أنك سلمت صحتك لإنسان لا يعرف أمر الطب حقيقة فمن نهاية أنت ستموت أو سوف تتضرر أو سوف تتفاقم حالتك المرضية أليس كذلك؟ الجواب بلى فإذا الدين أغلى من الصحة فإذا كانت صحتك غالية جعلك معرفة ثمنها تختار الطبيب الصح الطبيب الممتاز الطبيب الاستشاري الخريت في طبه وصاحب الخبرة وتركت ذاك الطبيب المتخرج آنفا من كلية الطب وتركت ذلك الطبيب الجاهل الذي يتطبب في الناس بالأدوية الشعبية لما لم تذهب إلى هؤلاء لما لم تعرف صحتك على هؤلاء لأنك تخاف على صحتك فإذا كنت تخاف خوفا حقيقي على دينك أيها المسلم فإياك أن تسلم قيادة دينك لهؤلاء السفلة المتمشيخين الجهلة الضالين الذين لا يتكلمون لا عن معرفة بالقرآن ولا عن معرفة بالسنة ولا عن معرفة بكلام الصحابة رضوان الله تعالى عليه احذر أيها المسلم أن تسلم دينك لهؤلاء فيفسدون دينك ويحرفونك عن صراط الله عز وجل فكما أنك أحسنت الاختيار لصحتك لأن صحتك غالب فأيضا كذلك أحسن اختيار من تسأل عن أمورك العلمية ومن تستمع في علمك لأن الدين عندك غالب فيما أظن أن دينك أغلى من صحتك فالدين هو ذلك الجوهرة هو تلك الجوهرة التي أمرت أن تحافظ عليها إذا فهمت هذه القاعدة فانتقل للقاعدة الثانية القاعدة الثانية وهي قاعدة مهمة أن أقوال العلماء يستدلوا لها لا بها احذر من أن تخالف الحق لأن فلانا خالفه فمهما كان من خالف الدليل فإن قول من خالف الدليل مردود فإياك أن ترد الحق وأن تترك الأدلة التي تدل على هذا الحكم دلالة قطعية أو دلالة ظاهرة مغلوبة على الظن من أجل أن فلانا خالفها وقال بخلافها إياك أن تعارض كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقوال الرجال إياك احذر مهما كان هذا الرجل حتى ولو كان صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فإن العلماء متفقون عن بكرة أبيهم أن قول الصحابي واجتهاده ومذهبه إذا خالف شيئا من النصوص المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله ليس بحجة إجماعا فإذا كان هذا حال الصحابي ولم تشفع له صحبته في أن نقبل قوله المخالف فكيف بمن دون الصحابة من العلماء والفقهاء فإذا إياك أن تخالف القول الذي تعلم من علمائك الراسخين صحته وتعلم رجحانه بالدليل الذي استقر في قلبك وعملت به زمنا أنت وأباؤك وأجدادك وأهل بلدك لا يزالون يعملون به من أجل أن الإمام الفلاني قال بخلافه فإياك أن تجعل أقوال العلماء مصادمة للنصوص لأن أقوال العلماء يستدلوا لها لا بها فلا يجوز أن تقول أنا لا آخذ بهذه الآية لأن العالم الفلاني قال بخلافها ومن هذا العالم الفلاني حتى تعارض به كلام الله عز وجل ولا يجوز لك أن تقول هذا الحديث عندي صحيح ولا بأس به ولكن العالم الفلاني قال بخلافه ومن هذا العالم حتى تعارض به كلام رسولك صلى الله عليه وسلم الذي يصح عنه فاحذروا يا أمة محمد من مخالفة شيء من أدلة الكتاب أو السنة لمجرد أن فلانا قال بخلافها فقول فلان مردود عليه لأن قوله ليس بحجة في ذاته وإنما يكتسب قوله الحجية على حسب برهانه الذي استند إليه فإذا نحن ننظر إلى برهانه ننظر إلى دليله فإن وجدناه دليلا صالحا معتمدا مقبولا فحينئذ نقبله وإن رأيناه لم تستند إلى دليل مقبول أو إلى دليل قد أجاب العلماء عن الاستدلال به فحينئذ نبقى على ما نحن عليه وآباؤنا ولا نتجاوز هذا الحق المؤيد بالأدلة من أجل أن فلانا قال بخلافه فإذا احفظوا هذه القاعدة العظيمة أن أقوال العلماء يستدلوا لها لا بها فلا حق لك أن تعارض شيئا من الأدلة بقول عالم مهما كانت منزلته في العلم له احترامه وله تقديره وهو على العين والرأس ولكن ليس من مقتضيات احترامه أن نعارض قول نعارض الأدلة بقوله أو أن نقدم قوله على الأدلة كائنا من كان هذا العالم وهذا يدلنا على أصل آخر وقاعدة أخرى وهي أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال مهما كانت منزلة العالم فإياك أن تجعل قوله مقبولا لأنه قوله إياك حتى ولو كان من الأئمة الأربعة فإياك أن تقبل كلام العالم لأنه قاله لا وإنما تقبل كلام العالم لصحة مستنده فإذا كان مستند كلام العالم صحيحا فاقبل كلامه لأن مستنده صحيح فالرجال يعرفون بما معهم من الحق وليس الحق يعرف بالرجال فلا تقول هذا القول حق لأن فلانا قاله لا تستدل على أحقية القول بالقائل ولكن استدل على أحقية القائل بصحة قوله وموافقته للأدلة من الكتاب والسنة وهذا يدلنا على أصل آخر وقاعدة عظيم وهي أن وجود الخلاف في المسألة ليس بمسوغ للتخيير وجود الخلاف في المسألة ليس بمسوغ للتخيير لأننا نرى أن هؤلاء السفلة في قنواتهم الفاجرة يقولون بأن الإنسان لا يجب عليه صلاة الجماعة لأن المسألة فيها خلاف والمرأة لا يجب عليها أن تستر وجهها لأن المسألة فيها خلاف وكذلك لا ينبغي الإنكار على من يدخن أو يشرب المعسل لأن المسألة فيها خلاف وصاروا يوهمون العامة يوهمون العامة بأن المسألة إذا كان فيها خلاف فلك أيها العام أن تأخذ من القولين ما شئت وهذا أقسم بالله أنه لم يقله أحد من العلماء كائنا من كان لا أعلم عالما من أهل السنة والجماعة بل من العلماء حتى ولو من أهل البدع أنه يقول إذا كانت المسألة فيها خلاف فللإنسان أن يتخير من الأقوال ما شاء هذا لا أعلمه أبدا لا سيما إذا كانت المسألة الخلافية الدليل ينصر أحد طرفيها فإذا كانت المسألة خلافية والدليل ناصر لأحد طرفيها فلا أعلم عالما على وجه الأرض ممن مضوا يقول بأن العامية له أن يتخير من المسألة ما شاء وهؤلاء يجرؤون الأمة على خلاف الأدلة بمثل هذه الأقوال الباطلة الشيطانية في الكاسدة والله ما نفخها في صدورهم إلا إبليس هذه ليست عن الله موروثة ولا عن ديره موروثة ولا عن نبيه ولا عن كتابه ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن تطبيقاته العملية في حياته ولا عن أحد من الصحاب هؤلاء جاءوا بها من الشيطان خرجت من كيس إبليس فرباهم عليها وجاءوا يبثونها في تلك القنوات يريدون أن يضلوا الناس كما أضلهم إبليس فتجد المرأة الآن تقتنع بكلامهم فتكشف وجهها فإذا قيل لها غطي وجهك بارك الله فيك قالت المسألة خلافية وتجد الإنسان يسمع الناس يصلون في بيوت الله وهو يلعب الكرة في الشارع أو يجلس أو جالسا مع زملائه في الشارع فإذا قلنا لهم صلوا مع الجمعقات المسألة خلافية المسألة خلافية وتجد بعض الشباب هداه الله يرفع الأغاني على أعلى صوت فإذا قلنا له اتق الله قال المسألة خلافية هؤلاء الشياطين هم الذين ربوا الأمة على ذلك يريدون أن يوهموهم أن المسألة بما أنها مسألة خلافية فلك أن تتخير ما شئت وهذا منهج خاطئ خاطئ لأن المتقرر في قواعد العلماء أن فيصل الخلاف يعرف بالرد إلى الكتاب والسنة المسألة الخلافية لا تتخير فيها ما شئت وإنما تختار القول الذي تعلم أو يغلب على ظنك أن الدليل ينصره هذا هو المخرج بين يدي الله عز وجل وأما أن تتشفى وتتخير فهذا باطل هذا مذهب التنويريين أو الليبراليين أو هؤلاء المتمشيخين الذين يريدون أن يظهروا بصورة المتحضرين المتطورين الذين يفهمون الواقع وحاجات الناس ومتطلبات الناس إلى غير ذلك من الخزعبلات والتحسينات التي يضفيها عليهم الإعلام وقنواته فالحذر الحذر ولذلك يقول الله عز وجل فما اختلفتم فيه من شيء ماذا قال فتشهوا اختاروا ما شئتم قال لا فما اختلفتم فيه من شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله لابد أن ترد مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة ونرجح أقرب القولين للحق واسمع إلى قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء ماذا قال ما المخرج عند وجود التنازل فتخيروا من الأقوال ما شئتم خذوا بالطرف المرجوح واتركوا الطرف الراجح ماذا قال الله اسمع إلى كتاب الله الذي يريد هؤلاء أن يضربوا به عرض الحائل ويرب الأمة على خلافه ومخالفته وعلى الجرأة عليه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله أي إلى كتابه بإجماع العلم والرسول أي إليه نفسه في حياته وإلى سنته الصحيحة بعد مماته كما أفاده الإمام الشافع رحمه الله ثم علق الله عز وجل الإيمان على هذا الرد أي لا يتحقق لكم أيها المختلفون الإيمان الواجب الذي تحصل به النجاة يوم القيامة إلا إذا رددتم أمور الإختلاف إلى الكتاب والسنة معنى هذا أن من اختلف أو طالع في الخلاف ولم يرد الأمر المختلف فيه إلى الكتاب والسنة فهذا ليس بمؤمن لا أقصد أنه انتقض أصل إيمانه لا ولكن نقص كمال إيمانه الواجب الذي لا تحصل به النجاة يوم القيامة إلا به فيكون من جملة أصحاب الكبائر لأن المتقرر عند العلماء أن كل أمر علق وجود الإيمان عليه فلوجوبه فلوجوبه فإذا قال الشارع لا يؤمن من فعل كذا وكذا فهذا دليل على حرمة هذا الفعل وإذا قال الشارع لا يؤمن حتى يفعل كذا وكذا فهو دليل على وجوب الفعل فلما قال الله إن كنتم مؤمنين حقا فردوا فردوا الأمور المختلف فيها إلى الكتاب والسنة وهؤلاء يقولوا لا لن نرد وإنما للناس أن يختاروا من الأقوال ما شاءوا فهؤلاء شياطين أبالسا أبالسا خرجوا خرجوا في مسلاخ إنسان وإلا فهم في حقيقتهم شياطين شياطين ولذلك يستعيد العبد من هؤلاء يستعيد العبد من هؤلاء فإياك أيها المسلم الناصح لنفسك أن تسمع كلام هؤلاء أو تقبله أو تعارض به الأدلة من الكتاب والسنة أو أن تعارض به كلام العلماء الراسخين الذين اكتفقت الأمة على هدايتهم ورسوخهم في العلم فهذه وصيتي وهذا تحذير من رجل يحب أمته ويحبر أمته من هذا المزلق الوخيم الذي يؤثر على أمر دينها والله لو كان هؤلاء يضلوننا في أمر يتعلق بالدنيا إذا ذهب يعوّق لكان الأمر أسهل مع وجوب دفاعنا عن الأمة حتى ولو في أمر دنياه لكن الأمر يعوّق إن ذهبت الدنيا اليوم تأتيك قدر لكن هؤلاء يريدون أن يحرفوك عن أمر دينك الذي لا نجات لك يوم القيامة بين يدي الله إلا به لابد أن يكون دينك سليما سليما حتى تسلم من العذاب يوم القيامة وهؤلاء يريدون أن يلوثوا جوهرة التوحيد في قلبه وأن يخترقوا دينك وأن يكسروا سياج صحته حتى يردوك ويردوا دينك ويلبسوا دينك عليك فيا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها احذروا من هؤلاء يا أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها احذروا من هؤلاء الأبالس الذين خرجوا في مسلاح إنسان احذروهم أشد الحذر لا يضلونكم ولا يفتنونكم أو يحرفونكم عن دينهم وعليكم بغرز العلماء عليكم بمن اتفقت الأمة على أنهم من العلماء الراسخين ممن يشار لهم بالبنان هذا العالم الفلاني هذا العالم الفلاني هذا الفقيه الفلاني والأمة تعرف علماءها ولا يخفى عليها أمر العلم وأختم بأصل مهم جدا بأصل مهم جدا وهي الحذر السديد من الشغوات عند النظر في خلاف العلماء احذر أيها المسلم عند النظر في الخلاف أن تتبع من القولين ما يشبع شغوتك بل عليك أن تتبع من القولين وأن ترجح منهما ما يرضي ربك لأن الأمر دين وليس أمر دنيا تخير فيه كما شئت والأمر دين فلا تجعل الدين تابعا لشغواتك وهواك فإنك لن تؤمن حتى يكون هواك تبعا لما جاء به الكتاب والسنة احذروا أيها المسلمون عند النظر في مسألة خلافية أن ترجحوا ما يتفق مع أهوائكم أو يتفق مع رغباتكم أو شهواتكم أو خلجاتكم النفسية فتضل وتضل وإنما ترجحون ما يرضي ربكم أو يغلب على ظنكم أنه يدلكم على الله عز وجل فإذا اختلفنا في صلاة الجماعة أهي واجبة أم لا لا ترجح ما يجبه كسلك عن شهود المسجد وتقول والله بما أن في قول يقول لا يجب صلاة الجماعة فالحمد لله فلماذا نكلف أنفسنا فأنت ما رجحت ما يريد الله ولم تسأل عن مراد الله ولم تسأل عن الدليل وإنما رأيت أن هذا القول هو الحق وهو الراجح لأنه توافق مع طبعك وهواك وشهوتك التي تريد ومن النساء هداها الله من تريد أن تكشف وجهها أصلا فما صدقت أن سمعت بأن العالم الفلاني يجيز كشف الوجه إلا قالت جزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فصارت تتبع قوله لا لأنه هو الراجح في المسألة ولكن لأنه هو الذي تميل لها نفسها وطبعها ويحقق رغبتها وشهوتها متى ما نظر المسلم في مسائل الخلاف بأهوائه وشهواته ضل وأضل وأبعد عن صراط الله عز وجل واتبع هواه وأنتم تعرفون الأدلة الكثيرة من القرآن المحذرة من اتباع الهوى فإن من اتبع الهوى هوى والعياذ بالله قول الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه كيف يتخذ الإنسان إلهه هواه أن يتبعه إلهية اتباع إلهية طاعة فهؤلاء كانوا على قول تؤيده الأدلة فجاء هؤلاء الأبالس في قذواتهم ونثروا قولا هم يعلمون أنه يرغبه فلما سمع بأن في المسألة من قال بما تريده نفسه قال جزى الله هؤلاء خيرا قد كنا على ذاك القول ونكلف أنفسنا ونحن لا ندري أن في المسألة قولا آخر فصار يتبع القول الشاذ أو القول المرجوح لماذا؟ لا لأنه يعلم أنه يرضي ربه لا وإنما لأنه يشبع رغبته ويشبع هواه متى ما نظرت أيها المسلم إلى مسائل الخلاف بهذه الصورة والله سوف تكون ضالا بعيدا عن الله عز وجل إذ ما من مسألة في الأعم الأغلب إلا وفيها قول شاد إلا وفيها قول شاد ولذلك هذا يسميه العلماء بتتبع الرخص ومن تتبع الرخص تزندق وقد أجمع علماء الإسلام على حرمة تتبع الرخص فإذا اعتمدنا هذه الأصول فإني أقسم بالله أن أبواب هؤلاء الشياطين سوف يسد إذا تعامل المسلم مع ما يطرحه هؤلاء الأبالس في قنواتهم بهذه الأصول التي ذكرتها لكم في هذه الكلمة المختصرة والله سوف يسد باب هؤلاء ولن يروج كلامهم على من اعتمد هذه الأصول ومن باب التذكير بها أعيدها مختصرة الأصل الأول إن العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم الأصل الثاني أقوال العلماء يستدل لها لا بها الأصل الثالث الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق الأصل الذي بعده فيصل النزاع في مسائل الاختلاف ردها إلى الكتاب والسنة إن كنا مؤمنين حقا الأصل السادس أو الخامس لا يجوز تتبع الشهوات في النظر في مسائل الخلاف فأسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء وأن يكفي ديننا وأن يكفي إيماننا وأن يكفي الشعوب الإسلامية شر هؤلاء الأبالسة وأن يدحرهم وأن يكسف خططهم وأن يقرف في قلوبهم الرعب من أهل الحق وأن يخرس ألسنتهم عن ديننا وأن يكفينا شر تقيؤهم ووقاحتهم تقيؤهم ووقاحتهم على أهل الحق من أهل السنة والجماعة اقتضى ذلك الكلام النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم فأسأل الله أن يشرح له الصدور أسأل الله أن يشرح لكلامي هذا الصدور وأن يفتح فيه الأفهام وأن يرزقني وإياكم أيها المسلم تطبيقه فإننا والله سوف نكون في مأمن عظيم إذا طبقنا هذا الكلام من ضلال وتضليل وتشكيك وتلبيس هؤلاء الأبالسة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد